لم تعد هذه المنازل التي ينتظر النازحون من قضاء سنجار العودة إليها خاوية كما يتصور البعض بعدما وجهت ميليشيا حزب العمال الكردساني أنظارها إليها دون وضع أعلام أو أي إشارات تدلل على استيلاء الحزب المصنف على قوائم الإرهاب أضحت منازل النازحين مقرات جديدة تابعة للحزب بعد إخلاء عناصره مقراتهم الواقع جنوبي القضاء بحسب مسؤولين في محافظة نينوى وذلك عقب يومين من غارات يرجح أنها تركية استهدفت مقرا رئيسا للحزب وسيارة كان يستقلها سعيد حسن المسؤول العسكري لميليشيا وحدات حماية سنجار المنضوية ضمن حزب العمال أدت إلى مقتله مع عدد من مرافقيه وفي القضاء نفسه الذي تتقاطع فيه الأجندات المحلية والإقليمية تظهر بصمات إيران واضحة فوفق مسؤولين حكوميين فإن ميليشيا وحدات حماية سنجار التي تتولى عمليا نقل واستبدال المقرات ترفع سيارات ربعية الدفع تابعة لها أعلام ميليشيات الحشد الموالية لطهران تورط يرافقه دعم حكومي مالي لعناصر حزب العمال للأسف الشديد هناك قوى عراقية تدعم هذه المنظمة الإرهابية وعلانية التعاون الموجود في سنجار بين الحجد الشعبي وحزب العمال الكرستاني على أراضي العراقية وهناك الكثير من أعضاء الحزب العمال الكرستاني يستلمون أو يأخذون رواتبهم رواتبهم ونثرياتهم من الحكومة العراقية من هيئة الحجد الشعبي بالتحديد وتتزامن هذه الأحداث مع زيارة أجراها رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي قبل أيام للقضاء وصفت بالدعائية لا سيما وأنها جاءت بعد مرور نحو عشرة أشهر على فشله في تطبيق اتفاق سنجار القاضي بطرد جميع الميليشيات من القضاء وتسليم الملف الأمني لقوات الجيش إخفاق فتح الباب واسعا أمام تكدس جميع صنوف الميليشيات المصنفة على قوائم الإرهاب في قضاء فر نحو ثمانين بالمئة من سكانه من نيران المعارك